اشتركوا في القناة شكل دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسبقات القدرة العامل الرئيس في منصلة تطور وازدهار رياضة القدرة البحرينية حتى باتت علامة فارقة في تمثيل المملكة عبر المحافل الخارجية وضربت أروع الأمثلة في تأكيد تطورها من خلال الحصول على العديد من الإنجازات في المشاركات الخارجية السابقة والذي سوف يساهم في خلق منافسة شرسة وقوية على المراكز الأولى في المسابقات المحلية بعد أن كسب الفرسان خبرات عالية في المحافل الخارجية بالعودة إلى الموسم الماضي أعطت المشاركة الكبيرة من الفرسان والإستبلات رونقا مميزا في المنافسة المفتوحة على المراكز الأولى حيث اشتدت المنافسة في جميع البطولات والتي كان عنوانها البحث عن الفوز ولم يكن التنافس عاديا على تحقيق الألقاب بل امتد إلى حرص الفرسان على إنهاء السباقات من أجل التأهل للمشاركة في البطولات الكبرى علاوة على مضاعفة الجوائز لمجتازي المراحل الموسم الحالي استعدادات مثالية لجميع الإستبلات من خلال الرصد والمتابعة للتدريبات اليومية فإن الحماس والتحدي واضح ومرسوم على وجوه الفرسان وينذر بمنافسة شرسة وقوية خلال السباقات المقبلة بعد أن وصل الجميع إلى الذروة من الجاهزية عيون على الانتصارات وأخرى على إخراج جيل جديد ودعمه لمستقبل مشرق وواعد للقدرة البحرينية أهداف وخطط رسمتها الإستبلات ووضعتها ضمن أولوياتها الرئيسية لتحقيقها في هذا الموسم الذي سيكون مليء بالإثارة والندية حيث وضعت الإستبلات الخطوط العريضة على أهدافها وتسعى للسير بخطة ثابتة نحو تحقيقها في ظل الدعم الكبير من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة من الناحية التنظيمية أنهى الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة كافة التجهيزات وعمل على قدم وساق طوال الفترة الماضية للوصول إلى كامل الجاهزية حيث أصبحت قرية القدرة البحرينية على أهب الاستعداد لاستقبال الفرسان والإداريين والفنيين والأطقم الطبية والإعلامية وغيرهم ترجمة نانسي قنقر